بعد حوارات الأفروسنتريك وفيلم كلوباترا ومناكش الماسونية وحافلة ترافس اسكوت دكات معجنة طلع لنا الصهاينة في الزكرة الخمسين لحرب اكتوبر بفيلم عن رئيس وزراء ام وقت الحرب بجل دمائية الفيلم بيتكلم عن عظمة وانجازات البطلة المضحية جل دمائير وقدي ايه هي كانت بتحب شعبها وبيتدفع عن حقهم مش اكتر بابايا عنيكي ما تخليش النار تعمي عنيكي عن الحاجيجة ولذلك تعالى نتكلم عن جولدا اللي مش هتشوفها في الفيلم محوظة بالله وما الابلس يكلوا ايه فيلم جولدا مقير من بطولة الممثلة الانجليزية هيلم ميرن اللي كسبت اسكار سنة 2006 الفيلم نزل على معظم المنصات وتعرض في مهرجانات عالمية زي مهرجان برلين في ألمانيا يعني انت متخيل في ألمانيا ده هتلر لو وصلوا خبر بالكلام ده مش بحيد يطلع من تربته يسحبلهم واحدة عن رايخ الصراحة ده مش اول فيلم يتعمل عن جولدا اسرائيل تقريبا اول ما بيلاقوا مفيش محتوى عندهم بينزلوا فيلم الجولدا ام الله وكانت كذبة الحرب كنتوا عملتوا ايه ده السادات عندنا عملنا له فيلم واحد لحد دلوقت بنتفرج عليه الفيلم بيتكلم عن ست قوية ومكافحة خدمة شعبها وصدت وجوم المصريين وكانت بتسمع كلام ابوها وجزها ومندوب الشاح بلدها زيها زي ايه صهيوني لا تولدت في فلسطين ولا تعرف حاجة عن ارضها وجاية مستوطنة مش اكتر اتولدت باسم جولدا ما بوفيتز في اسرة فقيرة في مدينة كييف اللي كانت تحت حكم روسيا القيصرية في مايو سنة 1898 ابوها كان بيشتغل نجار وامها مربية وعندها اخوات شينا وزبكا وبسبب ظروفهم الصعبة وتعرضهم للعنصرية من الروس هاجرت جولدا مع عائلتها الامريكا وعاشوا كلهم مع بعض في ولاية ويسكنسن الامريكية في سنة 1906 تخرجت من كلية المعلمين واشتغلت في التدريس وعشان اصلها اليهودي انضمت لمنظمة العمل الصيونية في سنة 1915 وكانت من الاعضاء النشطين واللي امنت بافكار وطن اليهود وحقهم في ارض القدس وفضلت في امريكا لحد ما هاجرت لفلسطين وراحت كمستوطنة مع جوزها موريس مايرسون في سنة 1921 وكانت من ضمن عصابات المستوطنين اللي دعمته من جلترا وامريكا بعد وعد بيلفور بهدف سيرة ارض الفلسطينيين بقوة السلاح وارتكاب المذابح وهناك اشتغلت في مناصب مختلفة لحد ما وصلت للكنيسة الاسرائيلي ومسكت منصب وزيري العمل من 1949 لحد 1956 ومنصب وزيرة الخارجية من 56 لسنة 66 وقدرت من خلاله تواجه العرب باسلوبها الخبيث وتدلسها في الحقاية واشتارت بدعمها لعصابة الهاجانة اللي كانت بتقتل وتشرط في العرب ولما مات جوزها سنة 51 قررت جولد تغير اسمها من روسي لعبري فترجمت اسم جوزها اللي مات من مايرسون للترجمة العبرية ابن مقير وبقى اسمها الفعلي الاف بقى ان جولد اللي خلدت اسم جوزها دي فضلت تخونه خمس سنين قبل ما يموت مع رجل لبناني من اصل فلسطيني واسمه البير فرعون وكانت اتعرفت عليه في حفلة للاحتفال بعيد ميلاد جورج الخامس مالك بريطانيا ده غير اشعاد غير مؤكدة نشرتها مجلة المصور المصرية في عددها 4194 عن قصة غرمية بنا وبين امير اردني في سنة 47 اسناء ما كانت بتعمل مفاوضات سرية الست دي يعني ما شاء الله مالتي تاسكس في الخيانة جولده طول فترة منصوبة حول اتزاف الحقيق قدام العالم والامم المتحدة عشان توجه الدول لدعم اسرائيل في التوسع والداري على مجازر الصهاينة وتهجير الفلسطينيين وادرت بالفعل تجمع 500 مليون دولار امريكي من يهود ومتعاطفين في امريكا عشان تشتري بيهم اسلحة مختالفة وبعد موت رئيس الوزراء الاسرائيلي ليفي اشكول في فبراير تسعة وستين مسكت جولده منصب رئيس الوزراء عشان تكون رابع رئيس وزراء للحكومة وتعتبر جولده هي الست الوحيدة اللي مسكت المنصب ده والبعض بيعتبرها من اخطر رؤساء الحكومات في اسرائيل وانها ما تقلش اي حاجة عن مناح بيجن وبنجوريون لدرجة ان تم وصفها بالراجل الوحيد في الحكومات الاسرائيلية وام اسرائيل الحديثة ماما ده اي يا اخوي ساعتقلب علي المواجهة يعني واحنا فعلا بنقول اسرائيل ما فيهاش رجلق بس مش للدرجات يعني تقولوا على نفسكم انه جولده ارجل واحدة فيكم الله يا بص هي لما بتشرب صوتها بيغشلك ده ده حقيقة فهم المهم يا سيدي في عقد جولده كرئيسة الوزراء دارة الحرب من مصر واسرائيل وظاهر قد ايه يا منافس شارس وكره لمصر وقالت في تصريح بعد النكسة على العرب انهم مجرد ظاهرة صوتية وان الازاعة المصرية قالت انهم وقعوا 70 طيارة في النكسة والحقيقة انهم ما وقعوش ولا طيارة بلده كانت خطاباتها جريئة وعدوانية وفي واحدة من اقوالها المشهورة واللي العالم الحر المتقدم طبعا ده ما حسباش عليها هي انها قالت كل صباح اتمنى ان اصحوا فلا اجت طفلا فلسطينيا على قيد الحياة يا وليه يا هللت الادب يا سفلة يا عاطية يا بيه يا ابو الحطة ياللي مش لايه يا راجل اشكومي دفلي كده بقى انها ما كانتش بتعرف تعمل حدود بين المسموح وغير المسموح بيه في حكومتها لدرجة انها كانت ممكن تعمل اجتماعات مع الوزراء في مطبخ بيتها لا يعني تسلم ايديها والله كويس انها لايه وقت تعمل شغل البيت يعني قطر خيرها كل ده استخفت بالجيش المصر ورغم حروب الاستنزاف اللي خسرت جيشها كتير لكنها ما كانتش متوقعة ان الجيش المصري والسوري هيهاجم وكان عندها ثقة بالامريكان انهم هيحموها وده بالتحديد خلها ما تهتمش بخبر وصلها بان المصريين هيهاجموا في شهر اكتوبر او حتى تجمع الجيش الاحتياطي وتعمل التعبئة وده خلها تعيش اصعب فترات حياتها في وقت حرب اكتوبر لدرجة انها فكرت في الانتحار وقالت في كتاب اسمه حياتي واللي الترجم تحت اسم اعترافات جلدة مئير واللي كانت بتعترف فيه بانتصار اكتوبر ليس اشق على نفسي من الكتابة عن حرب اكتوبر او حرب يوم كيبور ولن اكتب عنه من الناحية العسكرية لكن ساكتب عنه ككارثة وكابوس عشته بنفسي وسيظلوا باقيا معي على الدوام واتكلمت فيه انها ارتكبت شوية غلطات زي انها سافرت قبل الحرب وان جاء لها تقريب من الموساد عن معاد الحرب ولكنها كانت شايفة ان السادات مش هيحارب وبيبعث الزباط والقيادات في رحلات عمره غير انه ما عملش تعبئة عامة وانه متعود يقول للمصرين كل سنة انها سنة الحاسم ومش بيعمل حاجة وبالتالي ما خطرش فقالها خالص انه هو هيحارب ولما بدأت الحرب بالفعل فما كانش فيه اي حاجة في ايديها تعملها وكل اللي قدرت تعمله انها في 9 اكتوبر تبعت رسالة استغاسة الوزير الخارجية الامريكي هيناري كسينجر وكانت الرسالة من كلمتين بس هم انقذوا اسرائيل وفعلا امريكا عشان تلحق حليفتها بعت تخط امداد جو الاسرائيل بكل الاسلحة والدبابات والمساعدات الاستراتيجية والمادية وبعد ما خلصت الحرب وقرروا وقف اطلاق النار انقلب المجتمع اليهودي على جلده وتكونت لجنة اسمها اجرانت واللي حققت في اسباب الهزيمة والتأصير ومن المسؤول عن الهزيمة ومع الضغوط اللي اتعرضت لها قدمت استقاليتها في يونيوم سنة 74 وقررت تقعد في البيت تكتب مذكراتها وتتعالج من السرطان من كتر المشي الوسخ اللي تمشي عشان تموت في 8 ديسمبر 1978 وتتدفن في مدينة القدس وبعدا بقى عن حياة جلدة وجرائمة اللي ممكن كتير من الناس يكونوا مش عارفينها الفن نفسه بقى من اهم الوسائل اللي بيستخدمها عدوك عشان يغير الحقيقة ويزيف الواقع ولو يا سيدي مقدرش يغير تفكيرك انت كونك شخص متطالع وعندك خلفية عن الموضوع فممكن بسهولة غير تفكير واحد ما شافش الاحداث دي ولا عاشها او حتى واحد تاني عاش في اي منطقة تانية في العالم يعني من قريب شوفنا فيلمه وبنهايمر واللي كتير من الناس اللي شافوه اتأثروا بمعاناة العالم الامريكي لدرجة انهم اعتبروه شخص مظلوب ومضطاد من بلده ونسيوا ان يشارك بقرادته في صنعس لحظة مار شامل هيضمر العالم في يوم من الايام وهو عارف كده انت متخلف تحرق الفيلم كده عادي محدش فكر في القسر اليابانية اللي ابدوها والمدينة اللي اتضمارت وان اليابان نفسها ما نسيتش اللي حصل ورغب علاقتها بامريكا حاليا منعت الفيلم من السينمات الفيلم بيتعرض في كل العالم وبيحكوا الحدوتة من وجهة نظرهم اللي هيتلعوا فيها ابطال ومضحيين عشان خطر شعبهم والعرب هم الارهابيين اللي قاتلوا ولادهم وارتكبوا المجازر وهنطلع احنا بقى السيئين في رواية احدهم يلا يا بنت اتكلمي من هنا هيجي واحد يقول لي بس دولوا اعترفوا بهزمتهم في الفيلم هقول لك عم النصح ان مش هدف الفيلم يقول ان هم فازوا الهدف ان هم يستعطفوك ويحسسوك بالمظلومية وانهم بيدافعوا عن نفسهم مش اكتر وده بالزبط اللي حصل فعلا لمعظم اللي شافوا الفيلم فنتمنى يكون في رد على اللي بيحصل ده ومش بالتصريح ولا بالشاج بلازم يكون فيه اعمال تتكلم عن اللي حصل في الحقيقة مش لازم دايما نتكلم عن بطولات محتاجين العالم يعرف الجانب السيئ ليهم زي هجوم الغادر يوم الناجسة وقاتل ودافن الجنود المصريين في مقابر جماعية محتاجين اعمال تتكلم عن حروب الاستنزاف ومسبحة بحر البقر والابطال الحرب وزي ابراهيم الرفاعي والمنصوري وغيرهم مش لازم دايما في اعمالك تقول للناس قديه انت كنت بطل لازم تعرفهم برضو قديه عدوك كان وحش في النهاية الغادر والكذب وتغيير الحقيقة طبع مش هيتغير في الصهاينة وإلي خليهم من زمان عايزين يسرقوا تاريخنا وحضارتنا وارضنا مش صعب عليهم يخليهم يجزبوا فلازم تخليك واعي ومش اي حاجة تتفرج عليها تصدقها انت هتعمل فيها منعضل اه صحيح قبل ما انسى في واحد صهيوني حقير 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 لحداني ان انت هتتفرج على الفيديو ده ومش هتعمل لايك ولا شير ولا سبسكرايب فشوفها وانت ضميرا مؤثرين اقوى الكلمتين اللي انت قلتهم في الاخر دولة اشوفك السنة الجامعة